امام عشور يفيد النادي الاهلي قد ايه او يضر النادي الاهلي قد ايه او يضر النادي الاهلي قد ايه لو انضم للنادي الاهلي يعني هو فنيا فنيا طبعا لعيب كويس لكن يضر دي مقدرش يعني يضر المنظومة بتاعت الاداء بتاعت النادي الاهلي هل هو مفيد ولا مضر للمنظومة اللي بلعب بيعمر سلطول يعني لما تتكلم عليه فنيا لا العيب كويس العيب مهم يعني تواجده في نادي أهلي أو نادي الزمالك طبعا إضافة يعني لكن وبعدين برضه يبترجع لشكل الفرق هو ده نقصول أه يعني هو الأمانة بتيت قايمه فنيا في مركز 8 زي ما كان بيلعب في نادي الزمالك مثلا والنادي الأهلي بيلعب 4-3-3 بيلعب 2-8-5 الملعب فلا ممكن يبقى ليه دور كبير جدا أو شايف أنه ممكن يبقى ليه دور إيجابي بشكل كبير جدا لكن احتياج بقى للفرقة ليه أولا دي بتاعة الجهاز فنيا أكيد بشكل كبير جدا طبعا